السلام عليكم معكم محمود إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئات يعمالنا ما يهدي الله وفلام وضل الله وما يضل الفلاه هذه لو بإذن الله ثم أما بعد أرهب 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 كده أثناء الدعوة إلى الله بيبقى الواحد معتمد على نص معين ونصق معين كده ماشي عليه ودرس اللي قدامه الشخص اللي قدامه لأن الرجل اللي قدامه ممكن حد من الوحيدين حد من مثلا من غير الملة من دين تاني حد مرتد عن دين الإسلام فأنت بتحاول تكلمه بأرضية مشتركة الأول بيبقى لك فييجي قدامك يعني فكرة هو بقى من شطرته وعلم الكلام إنه هو يروح مبعزق لك ومبعطر لك أوراقك حضرك مردت بحاجة معينة يقولك لا 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 أكلمني في النقطة الفلانية أنتوا بتجوزوا أربعة والنبي بتاعكم جوز تسعة ويدخلك بقى إيه في حتة تانية خاصة قوله إحنا يعني مش دي الأجندة اللي أنا أهمش عليها يقولك لا لا سيبك من الأجندة بتاعك ركنها وتعاني تكلم فتكلمه في النقطة دي وتقوله خلاص كده أنا جاوبت يقولك لا مش عاجبني الجواب أربعة تحس إن في الحالة دي اللي هو إيه وديتني في حتة وعايز حاجة معينة فديتك الحاجة المعينة في الحتة المعينة فتقولي لا لا آسف مش هي دي لا مش هتنفعني فأنت تقول إيه إيه الكائن اللازج ده تحس إن هو بياط بيض برصه بيض اللازاجة اللزوجة والزفلطة والرخامة كلها مع بعض فالناس دول بقيتها شم ريحتهم من بعيد فكل حاجة بقى مش في الدعوة إلى الله بس هي تيجي في روسيا مثلا تلاقي واحد مثلا من الإخوة العرب جاي يكلمك في موضوع كده وبتعضها والراجل محترم ودي سنته خالص بس هيجي في نقطة معينة وتلاقي دخل يمين كده ورح محاوض شمال فبقى عرف آه أنت من الحاجات بقى رصوا ببيت يقول لك وانظام البنات هنا إيه بس ده مش عشان حاجة بس عشان أبي خشترك يقول لك بصوا إحنا طبعا في روسيا والثقافة هنا مختلفة وبتعضها فهستأذنك بس استأذنني فيه يقول لك أشتري حاجة بس عايز يشتري كبيرة يعني أصلحنا هنا في روسيا بقى فنشرب بقى بس على فكرة كحول فيها 3% بقى أو من غير كحول دي على فكرة بيرة من غير كحول فاللهو يعني اعمل على كيفك انت بتستأذننا استأذن ملك الملك قوله ده حرام يا ملك الملك ولا عادي يعني فبرضو ناس بيحاولي بقى زوق بس لما تيكلموا بقى إيه لأمة الحاجة دي غلط يعني سبنا من حتة زوق أو من زوق أو انت حرة تشرب اللي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه ولكن فيه كده لزوجة فتلاقيه يقولك لا اصلحنا مش عارفه ويبرر في البلد هنا وخصوصا ده من غير كحول ومكتوبة يعني بالبنطر عريض كده 1% هنا يقولك واحد في المية ده كحول يا راجل ده فيه ناس سبع فيه ناس سبعين في المية هيبرر فالناس المبارباراتية دي اللي بتوعب تبرر لك الأخطاء والزنوب خلاص انت حرة انا مش بقولك عشان تدافع انا بقولك الصح كذا ومش عايز اسمع منك الرد الرد يعني انا بقولك الحاجة اللي قالها ربنا فردك يبقى الربنا ما بقاش من خلالي بقى يعني خلاص انا بود بس ما بجفش فالزوجة في الشخصيات دي انه هو مصر انه هو يبرر لك انت وكده رايح ضميره طب يا عم انت تبرر لنا لما تبربرش علي روح بربر في حتة تانية بعيدة عني لكن انا بقولك المعلومة اللي ترديني وترديني كلامي خلص يا رب تكون المعلومة واضحة وبعدوها عن الناس اللازجة جزاكم الله كل خير سبحانك الله وحمدك اشهدنا ليلة لان سأغفرك وتقولك السلام عليكم